بجهزية تامة يودع مطار الشارقة الدولي الحجاج المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية بتبسيط الإجراءات ما يضمن لهم رحلة ميسرة للأراضي المقدسة حيث حرص المطار على تيسير مغادرتهم بحفاوة بالغة التفاصيل في التقرير التالي حجا مبرورا وسعيا مشكورا هكذا تمنى مطار الشارقة الدولي أطيب الأمان وأفضل الدعاء لدى توديع حجاج بيت الله بتبسيط إجراءات سفرهم حيث تضمنت خطة المطار لموسم الحج هذا العام توفير قاعة استراحة للحجاج وتخصيص مناضد إنهاء إجراءات السفر ووزن الأمتعة وكذلك عربات لنقل أمتعة الحجاج والسرعة مناولتها خصص فريق عمل متكامل في المطار لوضع التجهيزات والخطط المناسبة لتسهيل جراءات الحجاج تتواجد معنا عدة دوار حكومية طبعا الغرض من تواجد هذه الجهات هي أعطاء الإرشادات وكيفية أداء فريضة الحج بالشكل المناسب وأيضا عندنا المستشفى الجامع متواجد أيضا هنا لتأكد من سلامة الحجاج التعليمات اللي لازم يقوموا بها أثناء تواجدهم في الحج دور الدارشو الإسلامية دور تثقيفي ديني توعوي من خلال توزيعات طيبات إسلامية والسفسارات الشرعية يحتاجها الحاج قبيل أداء مناسك الحج وفي إطار التيسير على الحجاج المغادرين تم تخصيص فرق عمل لمساعدة الحجاج ومسافري ترانزيت لمتابعة رحلتهم بسهولة في الموعد المحدد وأشملت مجموعة التسهيلات والإجراءات الخاصة التي تضمنتها خطة المطار كافة الحجاج المسافرين من مختلف الجنسيات بما فيهم العابرون أو الترانزيت حيث يعتبر مطار الشارقة محطة توقف لعدد من رحلات الحج المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية في ظل ما يتمتع به من موقع جغرافي متميز من دخلنا المطار ما حسيننا لأننا داخلين مطار أو إجراءات من دخلنا الشباب ما قصروا شناطنا إجراءاتنا يعني كلها تقريباً يمكن أقول لك يعني كل شخص ما يطول ثلاث دقائق أو أربع دقائق يعني إحنا اتفاجأنا من جينا المطار استقبلنا استقبال ما شاء الله ما عليهم نزود والجوازات خرجونا بأحسن ممكن وصعدنا للفوق قاعة الانتظار من كل شيء موجودين من استقبال القهوة وكل شيء وبنقدم موجود وأي طلبة الحمد لله كل شيء عندهم يسعى مطار الشارقة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمسافرين ولا سيما في المواسم التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل موسم الحج وما يترتب عليه من زيادة عدد الرحلات الإضافية التي تسيرها بعض شركات الطيران وارتفاع أعداد المسافرين خلال هذه الفترة من العام في إطار حرصها على راحة الحجاج ودع مطار الشارقة الدولي حجاج بيت الله من خلال تخصيص بوابات ذكية ومنصة إجراءات مراقبة الجوازات لتسهيل إجراءات سفر الحجاج لأخبار الدار لمياء المازمي من مطار الشارقة الدولية